امّا كل من حولك يحجرونك إلا أمّك كل من حولك في المحنة يتركوك إلا أمّك أمّك التي لا يشبهها في الوجود أحد أمّك التي خلقت مرة ولا تعاد أمّك التي خلقت مرة ولا تعاد كم سهرت لترتاح وكم تعبت لأجل أن تنام وتركاح أفلا تذكر أفلا تذكر يوم كنت تنام بلا غطاء فتستيقض على غطاء أولا تذكر يوم أن كنت تستيقض في الصباح فتجد الطعام بجوارك من كان يجهزه قل لي بربك من كان يجهزه أولا تذكر يوم أن كنت طفلا في المدرسة تيقضك في الصباح قد استيقضت منذ الفجر حتى لا يفوتها النوم حتى تيقضك ثم تلبسك الملابس ثم تغادر فلا تتركك لا تتركك تظل ترقب على حافة الباب حتى تصل إلى آخر الشارع وتذهب فلا تعرف النوم بعدها إلا إذا عمرت الشارع أنا سيت هذا كله أنا سيت هذا كله أمنا خذي من صحتي ولا تمرضي خذي من راحتي ولا تتعبي خذي من بسنتي ولا تبكي خذي من فرحتي ولا تحزني الأم أيها الكرام التي وصى عليها رب السماوات والأراضين ماذا يفعل الشباب اليوم بأمهاتهم ماذا يفعل الرجال اليوم بأمهاتهم بل بعض الشباب لا يرى أمه إلا في المناسبات يضع رأسه ووجهه إما في التلفاز وإما في هاتفه والله والله بعضنا بل إن لم يكن معظمنا يرى شاشة هاتفه أكثر مما يرى أمه يقلب الصفحات على الإنترنت أكثر مما يقلب الذكريات والبسمات بجوار أمه بل بعضنا ينظر إلى الناس وإلى الأصدقاء وإلى الأصحاب يقصد في وجوه الناس وزملاء العمل ولا يعرف أمه إلا إذا عاد إلى البيت يرد عليها السلام ثم بعد ذلك لا يكلمها ترجمة نانسي قنقر